النهاردة شفت وتابعت زي ما ممكن يكون كتير منكم شاف وتابع قيمة البريمير ليج السيتي في مواجهة الليفر مباراة طبعاً انتهت بنتيجة التعادل 1-1 وزودت من شدة المنافسة على لقب بطولة البريمير ليج لكن الحقيقة كان فيها وأنا بتفرج على المباراة دي حطت عيني دايماً على فرقة نادي الأهلي مش بقارن الأهلي بفرقة في أوروبا مش بقارن الأهلي بليفر بول والسيتي لكن زي ما بشوف الستي في أوروبا هو الأفضل هو الأقوى على مستوى الجماعة والمستوى الفردي بشوف الأهلي كمان على مستوى أفريقيا هو الأفضل هو الأقوى طب إيه اللي ناقص؟ اللي ناقص أنه زي ما بيقولوا كده بالإنجليزي أنه يكون الكل all for one and one for all يعني أنه الواحد للجميع والجميع للواحد وده اللي بيعمله فريق الستي حرفياً حرفياً واللي شفته النهاردة بيطبق على مدار 90 دقيقة في مواجهة الليفر بول فكرة الانتشار سيبك من الخطة والتاكتك وهنلعب بأربعة تلاتة تلاتة ولا أربعة تنين تلاتة واحد ولا ولا أنكت الطريقة شوف شكل شوف إزاي فرقة الستي قادرة تجبر أي فريق بتقابله في أوروبا كلها مش بس في إنجلترا على أنها تفرض أسلوبها على مدار المباراة كاملة شوف مستوى الانتشار شوف الزكاء في التمركز شوف القدرة العالية جداً على المساندة في أي مكان في الملعب أي لعيب من الستي مع كرة عنده مساندة على أعلى ما يكون ما بيواجهش أي مشكلة في أنه يمرر الكرة بمنتهى السهولة زمن الاستحواز على كرة رغم أنهم عندهم لعيبة على مستوى مهاري عالي جداً أنت بتكلم على دريبلرز مثلاً زي فيل فادن زي برناردو سيلفا زي دوكو نجم المباراة النهاردة زي جوليان ألفاريز زي رادري في غياب أساطير زي دي بروين أو زي جاك ريليتش في وجود أخطر خطير زي إيرلينج هالند ومع ذلك ومع ذلك ما فيش لعب بيحتفظ بالكرة أكتر من خمس ثوان الكرة هي اللي بتعمل الشغل كله ده اللي أنا مستنى يشوفه النهاردة للنادي الأهلي عشان يقول أنه قادر إن شاء الله بإذن الله يحافظ على لقب الحق ونسخة البطولة رقم 11 وبإذن الله يكون المرشح الأول لتحقيق بطولة رقم 12